هذا وينفق النظام الإيراني لتمويل تنفيذ أجندته للعبثية في المنطقة أكثر من 16 مليار سنويا وهذا ما يرفضه الشعب الإيراني رفضا تاما من خلال احتجاجاته الذي يطالب بعدم استغلال مقدراته وموارده في تمويل الإرهاب وكان من الأولى أن ينفقها النظام لتوفير الحياة الكريمة للشعب الإيراني إذن فقد ضاق الشعب بعد أن سلبت منه كل مقومات العيش الكريم وذهبت ثرواته ومقدراته إلى الخارج ليست للاستثمار وليست للعمل الإنساني إنما لأعمال خارجة عن القوانين والأعراف الدولية الحقت الضرر بالمنطقة وانعكست على الشعب المقهور ثورة الخميني فشلت في توفير الحياة الكريمة للشعب الإيراني بل إنها عملت على تغذية المنطقة بالإرهاب عبر التدخل في شؤون الدول والإنفاق على ميليشياتها الموالية وحسب تقارير رسمية ينفق النظام الإيراني أكثر من 16 مليار دولار سنويا ويحوز نظام الأسد على نصيب الأسد من الإنفاق فقد منح نظام إيران الحكومة السورية قروضا تجاوزت 10 مليارات دولار كما ويدعم نظام طهران ميليشيا الحشد الشعبي بـ 15 مليون دولار سنويا أما دعم حزب الله في لبنان فيكلف النظام الإيراني من 700 إلى 800 مليون دولار سنويا أما الحوثيون فليست هناك أرقام مفصلة ولكن قدرت التكلفة من تكلفة الصواريخ البلستية الإيرانية وتقدر بعشرات الملايين كان من الأولى أن يتلمس النظام احتياجات شعبه لكن منطلقات الدستور الإيراني ومبادئ الولي الفقيه لا تحمل في طياتها أي برنامج إصلاحي للداخل ولا حتى للخارج وما نصرة المظلوم سوى غطاء حاول أن يتستر النظام على ما يحيكه من مؤامرات غطاء أزحته دول المنطقة من الوهلة الأولى واليوم يحرقه غليان الشعب المظلوم الحقيقي اشتركوا في القناة